الزمالك عنده دايماً مشكلة دفاعيانة كبتل يعني أنت بتتكلم دلوقتي فيه رباعي تقريباً رباعي دولي تقريباً يعني فتوح، الوينش، محمود علامة كنبيلعب حتى محمد عبغاني النهاردة حمزة المسلوسي هو أصلاً زهير أيماً منتخب تونسي فأنت بتتكلم في خط تدفاع على الورق بالكتابة كده ده أربع خط تدفاع من رباعي المفروض قوي جداً ليه دايماً فيه ثغارات وأحياناً بتبقى ثغارات سازجة في دفاع نادي الزمالك أول حاجة لأنه نص ملعب نادي الزمالك اللي بيدافع فيه قليلين طريق حمد اللي بيدافع وإمام عشور لما بيبقى موجود اللو بتحط أوباما في نص الملعب قوي اللعيب تاني بتلاقيه بيفكر في الجانب الهجومي على الجانب الدفاعي فالكرة لما بتترد من هجوم نادي الزمالك ما فيه سرعات برضو كبيرة في خط دار الزمالك أنا عشان أكون من معك أحمود علاء أو عبدالغني اللي اتنين أقل سرعة من أحياناً بعض الفراوض اللي بتبقى موجود دارهم إنه هم لعيبة مميزين ولعيبة كبيرة لكن كمان المستوى اللي فيه فتوح في الفترة دي مش عاجبني فتوح أنا حاس إنه هو بقاله فترة مش في مستوى يعني مستوى قالي ما بيدافعش ما بيتمركز كويس في الدفاع هجومياً ما بيعملش اللي كان بيعمله في الفترة اللي عب فيها مع المنتخب فانت النهاردة المجاني بالشمال عندك مش شغال والناحية اللي مين المسلوسي ما عندهوش طرق هجومية وما عندهوش جراءة هجومية بيقف وعنده مشاكل دفاعية وعنده مشاكل دفاعية في الحاجات اللي هو حدد واحد فبالتالي انت عندك مشكلة يعني واضحة جداً لأي فرقة أي فريق بيجي يلعب مع الزمالك لازم يدرس نات الزمالك كويس فبيشتغل على الأخطاء اللي عنده أو على الصغرات اللي عنده فتلاقي الفرق بتتكتل وراء وبتلعب المرتدات على اللعيب السريع وبتكمل وراء كورة فبتعمل جبهة عن نات الزمالك أو خطورة عن نات الزمالك يعني النهاردة طلعي الجيش مثلاً فرصه قليلة بس الفرص الراحبية كانت مؤكدة ودي مش من المبارات دي من المبارات اللي فاتت فناس الزمالك محتاج يرجع اللعيبة ترجع نفسها